دي نقطة، دي نقطة تامية بقى مهمة جداً هو ليه مرسل كله مصمم غير موضوع البروفايل بتاع المهاجم بتاع النادي الاهلي اللي هو بيقدر يلعب بدماغه الميزة اللي موجودة ان انت بعد انت ده بردة سليم وهو واحد من افضل اللعيبة داخل القارة اللي بيلعب ست بيسز الكور السابتة بتميز كبير جداً واحد بيعرف يلعب لك ايرلي كروس ايرلي كروس ده اللي هو الكروس اللي بتعامل من بدري اللي من قبل التمنتاشر مميز فيه جداً غير كده هو لعيب بيلعب برجليه يمين وبيلعب وينجي مين يعني احنا دايماً يا كريم انواع الجناحين بوقت اتنين يا إلا جناح دايماً بيلعب برجليه العكسية على الخط ويقطهم لجوه ويخوش في كات انسايد اللي احنا بنسمحها كلها يا إلا لعيب بيلعب دايماً برجليه بعدلة رجليه على الخط علشان يجري ويعمل الأوفر او يعمل كات باك باص او اللي بتعمل بالعرض تعالى أقولك أوريك بعض اللقطات ريدا سليم السنة اللي فاتت أفضل لعب في الدوري المغربي وهو الانتداب الأهم والأبرز السنة دي طبعاً مع إمام عشور لنادي الأهل ريدا سليم يا كريم مميز جداً في لعب الكور بص اوقف هنا بص يا كريم بيلعمل الكروس من أي حتة وده المميز فيه جداً فبالتالي النادي الأهل محتاج راجل بيلعب بدماغه كويس جداً الراجل عارف إمتى يلعب كروس بالضبط عندما يبقى عندي واحد من أفضل اللعيبة اللي بيلعبه كور السابتة وبأفضل اللعيبة اللي مش مش من كور السابتة من الحركة بيعمل كروس يعني كروس زي ما الكتاب بيقول فأنا مهم جداً عندي إن أنا يبقى عندي واحد هجام قوي بيقدر يزبق المدافعين في الخطوة والتانية ويطلع رجل واحدة ويزبق كورة بص يا كريم كم العرضيات على فكرة الراجل عمل أكتر من 9 عمل 11 أسست 9 أسستات أو 7 أسستات منهم كلهم من الكور السابتة أو الكور العرضية بص يا كريم بيلعب كور عرضية في أي مكان وفي أي حتة فإنت لما يبقى عندك ريدا سليم اللي بيلة بص هنا كريم الأوفر بيلعبه على دماغ الراجل بزبط فإنت لازم يبقى عندك فرد بالقوة دي فعشان كده مرس الكورة المصمم تصميم كبير إنه يبقى عنده البروفايل المختلف عن محمود كهربا وعن صلاح محسن أو عن محمد شريف لما كان موجود بانتدابه لردى سليم واحد من أفضل لعيبة اللي بتعمل كورة عرضية في قارة أفريقا عزيزي نفس الأمر يا أستاذ شناوي الأهلي الموسم ده يقدر يخش من غير مهاجم جديد مهاجم أجنبي جديد آآ لا يعني آآ طبعا لا ما ينفعش يدخل الأهلي الموسم ده من غير مهاجم لأن كان في بعض الأراء بتقول إن إحنا ممكن ندخل أو الأهلي ممكن يدخل السيزون ده أو نص السيزون ده ويجيب مهاجم في يناير ولكن لما نيجي نحسبها بالوراء والقلم أنت داخل سوبر أفريقي داخل سوبر مصري داخل سوبر ليك داخل كاس عالم أندية بخلاف إنه هيكون فيه دوري يعني أنت خمص بطولات هتدخل فيه منهم أربع هيخلصوا قبل يناير أصلا وواحد أولي هو الدور ده أنت مش عايز تتعصر فيه أو تتلعسم فيه عشان ما تتزنقش وانت بتلعب في دور الأبطال أفريقيا في شهر اثنين فأنت عايز تبقى مرتاح وانت بتدخل البطولة دور الأبطال فبالتالي أنا عايز كل أسلحتي تكون موجودة وكمان المكاسب المادية اللي موجودة في السوبر ليك وفي السوبر أفريقي وفي كاس عالم أندية تشجعني إن أنا أدفع وأنا مستريح تدفع وأنت مستعر حد كيام مثلا عشان تجيب حد بنفس مش أقل من ثلاثة أو أربعة يعني ومع تعب وشاء كبير قوي من السكاوتينج أنا أعتقد أنه اختلف معرفة حاجة يعني واحد زي فيستوم مايلي اللي هو اللي جيه النادي بيراميد الراجل ده جايب سبعتاشر هدف دور الأبطال أفريقيا في ثلاث مواسم وهدفع كونفوتراليس سنة الفات جابت 850 ألف دولار يعني في الماركت ممكن يبقى فيه بس هو واضح إن الشورتليست أو القايمة اللي هو اتقفلت على اللعيبة دي فطبعا كله بيسمع النادي الأهلي وفلوس زي ما أنت بتقول فكل مغالي ما هي دي الفكرة بقى؟ الاحتياج لأنه دايماً وأنت بتتفاوض طول ما أنت اللي قدامك محتاج فأنت شايفك محتاج آه يعني هو شايفك محتاج فهو قعك حطط رجل على رجل وبيتكلم بقلب جامد يعني في قصة موليكا أنت بقى لك ثلاث سنين بتفاوض موليكا كل سنة بتفاوض موليكا فهو اللي بيتفاوض نيابة عن موليكا فهو عارف أنه لو طلب عشرة مليون دولار أنت ممكن تتكلم طب دلوقتي احنا دخلنا في سوزا احنا كل شوية سوزا مفيش غير سوزا لا احنا عايزين ندور وما ينفعش الأهلي يدخل من غير مهاجم ما ينفعش خالص خالص الأهلي يدخل من غير مهاجم وعلى فكرة مش عشان بس زي ما قالك شاكر فكرة التسجيل والفينش لا على فكرة للشكل العام والتاكتك العام بتاع النادي الأهلي ما ينفعش يبدأ السيزون من غير مهاجم هو أصلا ليه فتكس فكرة حمد فتح أنه يدخل جوهة الثمانتاشر عشان ما كانش عنده حد من التلت اللي قدام بيقدر يتعامل براسه في ألعاب الهواء أيا كان إيه طريقتها فمثلا لو أنت هتلعب كرة طولية من خلف الأمام فأنت عايز حد يستلم عشان حد يستلم الكرة التانية طب أنت كده كده أصلا بتخسرها ويا في الهواء فإذا انت مش تكسب الكرة التانية فإذا إمام عشور مش هيلاقي الكرات اللي حوالين الثمانتاشر عشان يشوت فإذا كمان رضا سليم علي معلول مش هيلاقي حد يترجمه الشغل بتاعهم فإذا انت أصلا للشكل العام بتاع الفرقة والتاكتك واللعيبة وامكانات اللعيبة بتاعتك وبروفيلات اللعيبة بتاعتك هو محتاج حد ببروفيل شخص قادر يستلم الكرة وضهروا للمرمى بمعنى أصح حد قوي كلاسيكي هو مش بس جاي عشان هو فينشر كويس مع على فكرة سوزا مش فينشر كويس يعني سوزا مش فينشر كويس يعني قاس بدون أن أطع كلامك سوزا جاب جنب كتير قوي بالرأس ولكن أرقابه السنة الفاتكة تسيئة جدا وغير كده أعمار الأطوال يعني بتاعت دور الكوري مش أطوال كبيرة فالراجل يا كريم حتى لما تفرجنا احنا بنحاول نكتقد ونحاول نذاكر ونحاول نعمل ونتفرج عليه الراجل مش قوي حتى في العابة الهواء الكور بيجي له هو وقف بينط يعمل جنب بيجيب جنب طيب